السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال الصفر الرابع يلا بينا النهاردة حنخلص يونت 9 وناخد لسنس 4, 5 and 6 وإن شاء الله حناخده برضه بطريقة سهلة جدا وهو سهل الحمد لله وأنا عملالكو فيلم كارتون كمان هيعجبكو جدا يلا بينا بس الأول لازم تشترك في القناة عشان يوصلك بقية الدروس ما تنساش تفعل الجرس على الجميع وحط دلوقتي لايك للفيديو وهتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام يلا بينا لتس جو الليسن بتاعنا النهاردة اسمه a story about a bird story يعني قصة about عن a bird طبعا عارفين يعني طائر قصة عن طائر وكلمة story أخرها y والy قبليه r والr حرف ساكن فلما هاجي أجمعها هخليها stories هحذف ال y وضيف i es ودي القعدة اللي بتتبعها لما بجمع اي اسم آخر y قبليها حرف ساكن لكن bird الجمع بتاعها عادي خالص a bird جمعها birds بشيل ال a عشان دي بتيجي قبل المفرد بس وبحط s لل bird تبقى birds طيور ودي سهلة جدا يلا بينا بقى بعد ما قلنا ملاحظتنا على العنوان ناخد اللي سن نفسه park يعني حديقة park 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 حديقة أما picnic يعني نوزها خلوية يعني تقدر تقول كده نوزها في الحديقة picnic picnic حديقة أو أي مكان مفتوح أنا بروح في أعمل نوزها فاسمها picnic 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 أما spoon يعني معلقة ملعقة المعلقة اسمها spoon 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 أما feather يعني ريشة feather 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 ولازم أطلع لساني في the th وبعدين أشبكهم في the r كأن ما فيش e feather feather وهنا the e a ما بقولهاش النطق المعتاد اللي هو long لا بقولها short قصيرة feather 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 أما bite يعني يؤتم يعد يقطع بأسنانه اسمها bite 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 زي السنجاب ده أو القطة دي مش عارفة ايه دي بصراحة اللي بتقطم دي bite bite اما صوت يعني sound sound والأو يو هنا بقولها أو أو sound 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 يعني صوت sound طبعاً احنا اخدنا ان color يعني لون colorful يعني ملون مليء بالألوان زي الألوان color colorful هنا زودنا له الخاتمة suffix f-u-l full علشان يتحول من لون لملون colorful colorful طيب عندي تحت adjective صفة happy يعني سعيد لما حطت لها unhappy يعني غير سعيد يبقى هنا البادئة prefix u-n خلت الصفة العكس سعيد غير سعيد happy unhappy وكمان خلت usual اللي هو معتاد أو عادي unusual اللي هو غير معتاد وغير عادي usual unusual unusual usual unusual أما طيدي اللي هي معناها مرتب بقت untidy يعني غير مرتب tidy untidy tidy untidy بقى عرفنا ان ال-un بتيجي قدام الصفة تخليها العكس تنفيها بدل سعيد غير سعيد معتاد غير معتاد مرتب غير مرتب happy unhappy usual unusual tidy untidy وكمان comfortable مريح بقت uncomfortable غير مريح comfortable comfortable uncomfortable 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 comfortable comfortable uncomfortable uncomfortable مريح وغير مريح وعشان تنتقها صح قسمها comfortable 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 uncomfortable 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 أما ويك يعني ضعيف وناخد بالنا أن هي مختلفة في الكتابة عن ويك أسبوع ويك أسبوع W بعدها دبل E يعني اتنين E لكن ويك ضعيف E بعدها A ويك ويك وعكس ويك ضعيف قوي strong strong والجي طبعا ما بنتقهوش ويك strong والأو بقولها أ ويك strong ويك strong وهناخد التصريفات بتاعة الفيربس اللي هنستخدمها في الليسن النهاردة طبعا هنتكلم عن الباست سيمبل اللي احنا اخدناه في فيديو مخصوص التصريف الأول اللي هو المضارع والتصريف التاني اللي هو ماضي وهناخد النوعين من الفيربس من الأفعال اللي هي بجيب المضارع أحط له E D أو D بس لو هو أخر E أو I E D لو هو أخر Y قبلها حرف ساكن علشان أجيب الماضي ودي الأفعال العادية الأفعال الغير منتظمة اللي هي بحفظ التصريف التاني بتاعها وكالعادة برضو الجرامر موجود في صندوق الوصف هنا عندي لنشط من الوصف وانت وانت لانت يريد أراضة شو شود شو شود سلبريت 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 يحتفل احتفلة stand, stood, stand, stood يقف وقف fly, flew يطير طار shake يعني يحتز shake, shock, shock shake, shock, shake, shock My friends and I were in the park My friends يعني أصحابي وأنا وطبعا إحنا كده جمع where كنا في الحديق طبعا إحنا عارفين إن where هي الماضي بتاع or وأنا هنا حستخدم كل الأفعال في الماضي عشان بنتكلم عن رحلة أو حاجة عملناها في الماضي اللي هي الذهاب إلى البارك الحديقة we were celebrating لمس برث دي نحن كنا نحتفل بعيد ميلاد لم and we were having a picnic وزي ما قلنا picnic يعني نزها خلوية يعني هما راحوا الحديقة تنزهوا في الحديقة وعملوا عيد ميلاد صدقتهم suddenly فجأة we heard heard الماضي بتاع hear a very unusual sound unusual sound يعني صوت غير معتاد لكن usual معتاد زي ما قلنا we looked up احنا نظرنا لأعلى وطبعا هنا looked برضو الماضي بتاع look into a tree الى الشجرة and so ورأينا a big colorful bird طائر ملون كبير وبردو عندي هنا سو الماضي بتاع see it was weak كان ضعيف and unhappy وغير سعيد its feathers يعني الريش بتاعه were untidy غير مرتب وقلنا untidy جاية من تايد عكسها زودنا on عطيتني العكس we thought نحن فكرنا it wanted food انه كان يريده الطعام عندي هنا thought الماضي بتاع think صح wanted الماضي بتاع want ده regular verb بفعل عادي we put some water احنا وضعنا بعض الماء طبعا هنا بوت الماضي بتاع بوت هي بوت بوت on a spoon في ملعقة يعني جابوا معلها وحطوا فيها شوية مية and some cheese وبعد الجبنة on a plate في طبق and put it وضعناها under the tree تحت الشجرة we stood نحن وقفنا الماضي بتاع stand back وقفنا وراء because we didn't want the bird to feel uncomfortable لان احنا didn't want هنا نفي طبعا احنا عفلين الماضي بيتنفى بdidn't زائد المصدر زي ما قولنا قبل كده فهنا didn't want لم نريد want to read didn't want لم نريد هي want هنا في الاصل wanted بس زي ما احنا قولنا did بتخش الجملة تاخد الزمن لنفسها وتحول الفعل الماضي لمصدر didn't want the bird ما اردناش الطائر توفيل انه يشعر uncomfortable غير مستريح طبعا يعني علشان ينزل ياكل لما يبقى متطمن فهاي رضا ينزل ياكل ويشرب it looked at us هو ايت هنا اذا علاء الطائر وقلنا عليه ايت لانه غير عاقل وما نعرفهوش نوعه ذكر ولا انسة الغير عاقل مجهول النوع بنقول عليه ايت لكن لو نعرف هو ذكر او انسة هنقول عليه او شي عادي زي الانسان it looked at us هو بص علينا for a long time لوقت طويل then flew طبعا looked madie look و flew madie fly flew down طار لاسفل and started to drink وبدأ يشرب the water المية it ate واكل the cheese طبعا هنا عندي started الماضي بتاع start وإيت الماضي بتاع eat اكل الجبن the cheese in three big bites في ثلاث اطماط كبور يعني اكل الجبنة على ثلاث اطماط دليل انه هو ايه انه هو جعان جدا we took اخذنا some pictures because we wanted to show our friends in school عشان احنا wanted to اردنا ان احنا نري الصور دي يعني شو يعني 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 لاصحابنا في المدرسة in school في المدرسة هنا طبعا took الماضي بتاع take wanted الماضي بتاع want after a couple of minutes يعني بعد دقيقتين it shook its feather هز الريش بتاعه gava big squawk يعني صيحة يعني صوح صيحة عالية maybe the bird said thank you ربما يقول بالصيحة دي كان قصد يقول ايه thank you يعني شكرا طبعا عندي سيد الماضي بتاع say maybe يعني ربما يمكن and flew away وطار بعيد طبعا زي ما قولنا القطع دي just for reading بس ايه للقراءة ونعرف منها الكلمات اللي احنا قلناها الاول hi my friends النهاردة تعلمت ازاي اعرف انطق long o and long e وعرفت لما حرف o بييجي مرتين ورا بعد انا بنطق طويل long بنطق o وده الرمز الصوتي بتاعه o food 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 o spoon 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 o school 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 وكمان اتعلمت ازاي انطق حرف e لما ييجي مرتين ورا بعد بنطق e e e والرمز الصوتي بتاعه كده e week 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 e p p p e e cheese 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 e sleep 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 e c c c e tree 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 e three sweet 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 e feel 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 e knee 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 ولاحظ هنا ان حرف k silent لان لو بدأت الكلمة بk بعدها n الك بتبقى silent good bye my friends اشوفكم في درس الفونيكس اللي جاي apart graph الرسم البياني الشريطي apart graph apart graph apart graph apart graph هو الرسم البياني الشريطي والرسم البياني هو رسم احنا بنرسمه لما نحب نوضع نوضح اعداد او كميات اشياء معينة في مكان معين فبنبتدي نرسم الاعداد او الكميات دي في شكل اشريطة بمجرد النظر اليها بفهم الاعداد دي ايه زي الرسم اللي قدامنا ده تلاحظوا كده ان عندنا خط رأسي اللي هو ده اسمه the vertical axis vertical axis يعني المحور الرأسي عشان هو بيبقى في الاتجاه الرأسي vertical axis vertical axis the vertical axis المحور الرأسي the vertical axis the vertical axis اما الخط الافقي ده اللي هو المحور الافقي the horizontal axis the horizontal axis horizontal axis the horizontal axis محور رأسي ومحور افقي دول اللي برسمهم الاول وبعد كده ابتدي اشوف اعداد الحاجات اللي انا بعبر عنها في الرسم ده زي مثلا الرسم ده عندي بيعبر عن اعداد الطيور في المزرعة فانا عندي فوق الاول بكتب the title of a paragraph اللي هو العنوان بتاع البرغراف اللي بيوضح لي انا رسم رسم بياني عشان اعبر عن اعداد او كميات ايه بالزبط فعندي هنا مكتوب birds on the farm الطيور في المزرعة يبقى احنا دلوقتي حننرسم رسم بياني يعبر عن اعداد الطيور في المزرعة فعندي مثلا هنا اول حاجة هنا الطيور تحت هلاقي رسم لي الطيور اللي انا هقول اعدادها الحمام والدجاج والكتاكيت والعصفير وبعدين يعد كل طائر منهم كام العدد منه في المزرعة ويبتدي يلون مربعات بالعدد بتاع الطائر ده فعندي هنا مثلا الحمام هنعد كام حمام موجودة في المكان حلا انه هما سبعة فاذا هو لون لي سبع اجزاء اول ما بص كده في الرسم اعرف انه هما سبعة طيب طيب يبقى لنه تلاتة 1 2 3 يبقى موجود 3 دجاجات طيب اللي هي كتاكيت 1 2 3 4 5 يبقى موجودة عندي خمسة طيب البردز الطيور 1 2 3 4 4 4 من الطيور يبقى أنا عندي كده كل رسم هيوضح لي فيه قد ايه من الكائن ده او من الطائر ده في المزرعة يبقى البرتكال اكسس بحط عليه الاعداد او الكميات اما هوريزنتل اكسس فأنا بحط فيه انواع الحاجات اللي انا عايز اشوف اعدادها او كمياتها سواء كانوا طيور فواكه اي شيء بحطوا على الهوريزنتل اكسس على المحور الافقي مثال تاني نفهم بيه جايب لي هنا اعداد الخضروات والفواكه فاللي هنا فوق هلاقي عندي فور اربع جزرات الطفاح كورن الزورة ثري بيتش الخوخ ايت واتر ميلون البطيخ تو فالمرسوق المفروض ان انا هرسم الاعداد دي على ابرجراف يعني رسم بياني شريتي عن طريق عوامية شريطية زي ما احنا شايفين كده فهحط الاعداد على the vertical axis المحور الرأسي وهحط انواع الخضروات او الفاكهة على the horizontal axis على المحور الافقي فهلاقي اول حاجة عندي كاروت حلون خانات بعدد الجزرات يعني حلون كم خانة four اما قبل فحلون له six ست خانات كورن حلون كم three peach لو عديتهم حلقيهم eight watermelon هعمل just two اتنين بس خانتين بس اللي حلونهم فلما يجي حد بقى يبص في الرسم البياني ده على طول هيعرف الاعداد بتاعت كل حاجة يبص تحت كده يلاقي كاروت يعد المربعات يلاقيهم four يعرف ان في اربع جزرات وهكذا يبص على apples يلاقي ويعد المربعات يلاقيهم six فيعرف ان في ست تفاحات وهكذا اما الرسم البياني الدائري اسمه pie chart pie chart pie chart pie chart وهو رسم بياني برضو بيوضح الاعداد والكميات بس عن طريق دائرة وحجم الرسم على الدائرة هو اللي بيوضح الفرق بين احجام الاشياء المختلفة اللي انا رسميها على الرسم يعني مثلا اللي انشوف مثلا الرسم اللي هو المناسبة اللي لونها لبني على الرسم بيحتفل بيها عدد اكبر من الناس اكتر مثلا من اللونها بنفسجي دي بيحتفل بيها عدد اقل من الناس يعني كل ما زادت اللون على الرسمة بنعرف ان الناس اللي بيحتفلوا بالمناسبة دي اكتر فعندنا هنا mother's day اللي هو عيد الام children's day اللي هو يوم الطفل شم النسيم اللي هو عيد شم النسيم sixth of october اللي هو عيد ستة اكتوبر اللي هي ذكرى حرب ستة اكتوبر ايد الفطر اللي هو العيد الفطر اللي بعد رمضان father's day اللي هو يوم الاب او عيد الاب بمجرد النظر للرسم كده هعرف اني مين اكتر مناسبة بيتم الاحتفال بيها في المناسبات دي كلها حلاقي mother's day لان اللون بتاعها واخد اكبر كمية اكتر مساحة في الدائرة هلاقي المناسبة اللي بعده على طول فعدد الناس اللي بتحتفل بيها هي شم النسيم عشان هو اللون اللي بعده وبعديها على طول the sixth اللي هو اللي هو 6 اكتوبر يليها يوم الطفل او عيد الطفل وبعدين عيد الفطر واخر حاجة father's day عيد الاب عدد اقل من الناس بيحتفلوا بيها كل ده انا عرفته من النظر للايه للرسم البياني اللي هو الرسم البياني الدائري حنفهم اكتر من المثال ده عندي الدايرة دي مقسمة ال 10 اجزاء متساوية وعندي علب هدايا بلون الوان مختلفة فعندي مثلا هنا العلبة اللي لونها احمر هي واحدة بس فانا حلون شكل واحد بس او جزء واحد بس من العشر اجزاء بينما مثلا green two فحلون جزئين اخضر yellow three حلون ثلاثة اصفر وblue four حلون اربعة ازرق فلما لون بقى طبعا انا هنا صعب مش هعرف لون فانتو لو لو انتو في الكتاب هتلاقوا ان الاخدر حياخد مساحة كبيرة اربعة اجزاء yellow هيبقى ثلاث اجزاء وبعدين green جزئين وبعدين red جزء واحد بس فحنعرف ان red اقل لون للهدايا lesson five and six lesson five and six يعتبروا سهلين جدا وما فهمش على شوية كلمات بس وخطاب كده او دعوة بعيدها صديق لصديقه فحدهم لوكو برضو في نفس session عشان هم سهلين يلا بينا نشوف الكلمات بتاعة lessons دول الكلمات اللي فوق دي هي الكلمات الرئيسية اللي المفروض ان انا ححفظها شفوي وتحريري واعرف اكتبها كويس الكلمات الاكسترا vocabulary اللي تحت مهم جدا ان احفظ معناها شفوي كويس جدا واللي يقدر يحفظ منها تحريري على قد ما يقدر كويس كل واحد وقدرته بس اللي فوق ما فهمش جدال لازم يتحفظه عندي اول كلمة invitation دعوة invitation وهنا tion shan invitation 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 information يعني معلومات information وبردو shan tion information معلومات birth day party اخدناها قبل كده حفل عيد الميلاد miss مفقود miss miss يعني يفتقد او يفقد لكن miss يعني مفقود عندي تحت هنا list قائمة list list sports day sports day sports day يوم يوم ريادي اما road يعني طريق road 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 guest ضيف guest 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 ضيف address عنوان address واخد بالي انها double d double s address 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 the whole class يعني كل الفصل the whole class the whole class اللي خدناها لعبة الكراسي الموسيقية games 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 يعني العاب اما تصريفات الفربس دي في المدارع وفي الماضي فعندي invite invited invite invited celebrate celebrated celebrate celebrated remember remembered طبعا المعاني مكتوبة قدامكم اهي remember remembered hope hopped hope hopped وهنا الـ g بقولها t prepare prepared prepare prepared come came دول بقى الأفعال الـ irregular اللي فاته دول كانت الأفعال المنتظمة اللي بحط للفعل ed او d بس لو أخره e زي invite invited او بحط i ed للي أخر y قبلها ساكن دول بقى الأفعال الغير منتظمة irregular verbs come came where war where war where war print brought print brought print brought eat eat زي تمانية كده eat 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 no new no new no يعرف new عرفة الماضي no new زي جديد كده new والk هنا silent زي أي كلمة أقولها k n زي ما خدنا من شوية ni ركبة فالk بتبقى silent طالما وراها n في أول الكلمة هنا أحد الأصدقاء باعت لصديقه أحمد يعزمه على حفلة عيد ميلاده فبيقوله هنا جير أحمد ودي الجملة الكلمة اللي بنبتدي بيها دايماً أي letter خطاب أو أي email أي حاجة ببعتها الحد بقوله عزيزي فلان يعني عزيزي عزيزي أحمد يعني أنا أقيم حفلة عيد ميلادي في منزلي يوم الخميس القادم طبعاً هنا السؤال ده مقصود به إنه هو بيعزمه بيقوله ممكن تيجي can you come I am inviting the whole class أنا عزمت كل الفصل أو أنا بعزم كل الفصل so all our friends will be there أنا هعزم كل الفصل لذلك كل أصحابنا will be سوف يكونوا there هناك يقصد طبعاً في الحفلة will be سوف يكونوا will إحنا عارفين معناها سوفة وبتعبر عن المستقبل وبيجي بعدها الفعل في المصدر فعشان كده جاي وراها I want to play أنا أريد أن ألعب some party games بعض ألعاب الحفلات اللي زي اللي إحنا خدناها في اللي سن اللي فات so لذلك print some music احضر بعض الموسيقى so we can play musical cheers لذلك كي نستطيع أن نلعب can play يستطيع أن يلعب وكان برضو وراها المصدر زي will musical cheers اللي هي لعبة الكراسي الموسيقية بعد كده كتب له المعاد والمكان يعني البيانات بتاعة الحفلة عشان يقدر يروح when امتى Thursday August 12th يعني يوم 12 أغسطس اللي حيوافق يوم الخميس what time الساعة كام 3 p.m 5 2 5 p.m يعني from من 3 p.m 2 5 p.m يعني من الساعة 3 للساعة 5 مساء p.m يعني بعد الظهر مساء لكن a.m يعني صباح where المكان بقى فهو كتب له الادرس بتاعه العنوان بتاعه 12 dean road يعني طريق dean اسم الشارع my house يعني في بيتي كتب له بنقصين كده between brackets في بيتي يعني وده عنوان بيته next to the library يعني بجوار المكتبة what to wear يعني اللبس المفروض يلبسوه something blue حاجة تكون زرقة يعني كل الأصحاب هيلبسو أزرق زي بعض لأن في بعض الحفلات بيحبوا أن هم يلبسوا كلهم حاجة لون واحد أو حاجة تاريخية أو حاجة كده يعني عشان يبقوا زي بعض على سبيل الاستمتاع بالحفلة يعني وبعدين كتب له rsvp يعني رجاء الرد دي اختصارات لرجاء الرد ورد علي وكتب له الرقم اللي حيرد علي هل هو قادم ولا غير قادم i hope you can come أتمنى أني أنت تأتي وكده يبقى أخدنا كل شيء خاص ب listens full five and six وفاضل بس التمرينات هنزلها لكم في جروب التليجرام والمرة دي معلش ما كتبت الكوش براجراف زي كل مرة عشان طول الفيديو يعني المرة دي معلش سامحوني نستثنى المرة دي لكن إحنا هنخلص إحنا هي كده خلصنا unit 9 وحنخلص الجزء اللي فاضل قبل الامتحان من unit 10 وحنكتب بقى براجراف وتمرينات وأسئلة وحلول وكل اللي انتو عايزينه لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمله لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيمي